تحضيرات نوعية وخطط مسبقة نظمها قسم المظيف الداخلي التابع للعتبة العباسية المقدسة ليكون في أهبة الاستعداد لاستقبال زوار المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في زيارة يوم عرفات المبارك بداية يصير تنسيق مع رئيس القسم والمعاونة الإدارية هو أعداد المينة لأن أدنا أكثر من مركز بالتوزيع وأكثر من وجبات متنوعة وأدنا ثلاث وجبات بالأساس هي الفطور والغداء والعشاء أعدنا كما مركز أول هو المظيف لخدمة الزائرين وعدنا المجمع الإمام الهادي عليه السلام أعدنا طبعا همات باب القبلة وعدنا مجمع الدلة لخدمة المتطوعين مع ذلك تمثل عمل المظيف بتحضير وجبات متعددة من الطعام توزع على الزائرين الكرام في مدة الزيارة كما يتم توزيع الطعام من منافذ كثيرة موزعة حول حرم أبي الفضل عباس عليه السلام إذ شهد المظيف حضور كثير من المتطوعين من داخل مدينة كربلاء المقدسة والمحافظات الأخرى نحن مجموعة من محافظة كربلاء المقدسة نقوم بتوزيع الطعام من المظيف ويقوم أعداد التوزيع والطعام من المظيف ونطلع الوحدة الخارجية ونوزع يقوم هذا أعداد الطعام بمطبخ مظيف أبي الفضل عباس ويقوم التوزيع بالوحدة الخارجية للمظيف أبي الفضل عباس وتم الترزيع والترتيب ما بيننا وبين المنتسبين تنظيم جيد جداً ومتعاونين المظيف متعاونين لنا وأحنا متعاونين مع المظيف تواضب الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على تقديم الخدمات للزائرين الكرام كافة موجهة كل ملاكاتها إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضمان راحة الزائرين بغية حصولهم على المستلزمات المطلوبة كافة أثناء تاديتهم لمناسك الزيارة ترجمة نانسي قنقر